التقى المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيسة برلمان تنزانيا توليا أكسون على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أنجولا هذا وأكد رئيس مجلس النواب حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي ودعم الاحتياجات التنموية في تنزانيا وثمنا رئيس مجلس النواب عملية الانتهاء من المل الأول لبحيرة ست جوليوس نراري لتوليد الطاقة الكهرمائية الذي ينفذه تحالف مصري من جانب يأكدت رئيسة برلمان تنزانيا على دور مصر الفاعل والرائد من أجل إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي كما تطرقت إلى استضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعتين العربية والإفريقية معاربة عن ثقتها التامة في أن استضافة مصر لهذا المكتب الإقليمي ستكون عاملا مهما ونوعيا في تعزيز الجهود البرلمانية العربية والإفريقية والعمل البرلماني العربي الإفريقي المشترك ترجمة نانسي قنقر